يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل أسبوع في نفس المعات متعودين معاكم دايما في يحكى أنا أننا بنتكلم عن كل حاجة خاصة بالحياة الثقافية أخبار، معارض، إصدارات جديدة، جوايا الثقافية، كل حاجة سواء كانت محلية أو عالمية إحنا النهاردة هنتكلم عن جائزة أدبية عالمية مهمة جدا جدا ليها مكانتها الحقيقة في حياة الأدبية العالمية وبتعد من أعق وأقدم الجوائز الأدبية العالمية واللي بيرجع تاريخها لعام 1901 فسبيها كاتبنا المصري الكبير نجيب محفوظ عام 1988 طبعا أكيد عرفتوا إحنا بنتكلم عن جائزة إيه؟ طبعا هي جائزة نوبل للأدب اللي بيتم الإعلان عن الفائز بيها في شهر أكتوبر من كل سنة وجائزة نوبل بيرجع الفضل فيها للعالم الكيميائي السويدي ألفرد نوبل وهو مخترع الديناميت واللي كان الحقيقة عنده حب جديد جدا للقراءة والكتابة وكمان الأدب بشكل عام وأوصى قبل وفاته بأنه معظم ثروته اللي جمعها تروح لتأسيس جائزة نوبل اللي بيتم منحها في كل المجالات أو تحديدا مجالات الطب والكيميا والفيزياء والأدب وطبعا تحقيق السلام وأعلنت الأكاديمية السويدية السنة عن فوز الكتبة الكورية الجنوبية هان كانج بجائزة نوبل للأدب لعام 2024 وهي بتعتبر أول امرأة من كوريا الجنوبية وأول امرأة السوية الحقيقة بشكل عام تفوز بجائزة نوبل للأدب هنتكلم النهاردة بالتفصيل عن جائزة نوبل العالمية للأدب عن تاريخها مين أهم الفيزين بيها وأهم الأسس ومعايير الاختيار وازاي زي ما جائزة نوبل الحقيقة بتعتبر جائزة مرموقة وليها مكانة أدبية كبيرة جدا إنما كمان بتلفت أنظار العالم بالشكل ده لكل الأعمال الأدبية ولكل الكاتب فاز بيها ولكن الحقيقة في نفس الوقت بتشغل كمان تفكير المثقفين في كل مكان في العالم وبيصار دايما حولها جدل كتير جدا وبعض التساؤلات عن معايير اختيار الفيز بيها هنعرف كل ده النهاردة من دفنة اللي هنوارنا في الستوديو الناقض الدكتور محمد سليم شوشا